بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب من أسباب تقدم الإنسان ورقيه مسألة التوفيق والتوفيق يأتي بعد مسألة التوكل على الله عز وجل الإنسان إذا هيأ ما عليه من أسباب وأوكل ما لا يقدر عليه إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يوفق هذا الإنسان بمعنى أن تتهيأ للإنسان أسباب الوصول إلى ما يريد وما يتمناه وقد لا يتوقع الشيء الذي يهيأ له في كثير من الأحيان الإنسان يريد شيئا أو يتمنى شيئا ويصل إلى ذلك الشيء وفي بعض الأحيان الإنسان لا يتوقع شيئا ولا يحتمل ذلك الشيء ولكن يتهيأ ذلك الشيء له كما ورد في الحديث الشريف كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى ذهب ليقتبس نارا فرجع بالنبوة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أراد الرجوع من مدين إلى مصر وكانت معه أهله فذهب ليقتبس نارا ولكن الله عز وجل حباه بالنبوة واصطفاه لكي يذهب إلى فرعون ومن معه وينذرهم فالتوفيق هو أن تتهيأ الأسباب لوصول الإنسان إلى ما يريد أو لوصول الإنسان إلى ما لا يتوقعه كثيرا ما نسمع أن فلان محظوظ أو نسمع أن فلانا له حظ أو وصلنا إلى شيء بالحظ إذا كان معنى الحظ الصدفة فهذا الأمر لا واقعية له لماذا؟ لأنه شيء باسم الصدفة لا يوجد في هذا الكون إطلاقا الله عز وجل في القرآن الكريم يقول قد جعل لكل شيء سبب فكل شيء له سبب ولا يصل الإنسان إلى شيء بدون سبب هذا مستحيل فالصدفة مستحيلة فالحظ إذا كان بهذا المعنى فهو مستحيل ولكن إذا كان بمعنى أن يصل الإنسان إلى شيء لم يكن يتوقعه أو يصل إلى شيء صعب بسهولة إذا عبر عن هذا الشيء بالحظ فهو ممكن وهو واقع الشيء الذي يجلب الحظ للإنسان ويوصل الإنسان إلى النتائج بسهولة سواء كانت نتائج متوقعة أو غير متوقعة يمكن أن يعبر عن هذا الشيء بالتوفيق هذا التوفيق لا يكون اعتباطا لأن الله عز وجل لا يعمل شيء اعتباطا وإنما أعمال الله عز وجل كلها بحكمة وكلها بمصلحة فإذا الله عز وجل وفق إنسانا أو سلب التوفيق من ذلك الإنسان ليس الأمر بالاعتباط وإنما لهذا الشيء أسباب قد يكون هناك مصلحة إلهية اقتضت التوفيق أو سلب التوفيق بدون أن يكون في قدرة الإنسان أو في اختيار الإنسان تهيئة الأسباب وهذا يتعلق بما يراه الله عز وجل من المصلحة ولكن أكثر الأحيان التوفيق الذي يعطيه الله عز وجل للإنسان يكون بسبب نفس ذلك الإنسان وإذا الله عز وجل سلب التوفيق من إنسان فإنه في أكثر الأحيان يكون بسبب نفس هذا الإنسان هذه المناشئ للتوفيق هي بيد الإنسان فإذا الإنسان هيئها الله عز وجل يوفقه وإذا لم يهيئها فإن الله عز وجل لا يوفقه أو يسلب منه التوفيق بحيث أنه لا يصل إلى النتيجة المرجوة كثير من الأحيان الإنسان لقصور علمه ولعدم إدراكه لا يدري أي شيء هو سبب لأي شيء ولكن الله عز وجل عمله دقيق جدا الله عز وجل لطيف وخبير عمله دقيق جدا قد يكون هناك أمر هو سبب لأمر آخر الإنسان لا يعلم الارتباط بين هذين الأمرين ولكن ما دام الله عز وجل جعل هذا الشيء سببا فإن المسبب والنتيجة ستحصل وعلم الإنسان وجهله لا يؤثر في حصول النتيجة النار تحرق سواء علم الإنسان بهذا الإحراق أو لم يعلم علم بالنار أو لم يعلم ما دام النار هي سبب الإحراق فإنها تحرق حتى إذا كان الإنسان لا يريد ذلك الشيء أو حتى إذا كان الإنسان جاهلا فبناء على ذلك كثير من الأحيان أسباب التوفيق منشأها من الإنسان ولكنه قد لا يعلم ارتباط هذا السبب بهذا المسبب كيف يمكن للإنسان أن يكون موفقا وأن يصل إلى النتائج المرجوة أول طريق لذلك أن يكون هذا الإنسان عبدا صالحا لله عز وجل بمعنى أن ينفذ هذا الإنسان جميع ما أراده الله عز وجل كثير من الأحيان هذه الأمور التي أرادها الله عز وجل مننا يترتب عليها أمور أخرى قد نجهل نحن هذا الترتب والسببية يمكن الإنسان بدفع صدقة في يوم من الأيام سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة أو صدقة مستحبة كإعانة الفقراء والمحتاجين في الموارد غير الواجبة كثير من الأحيان هذه الصدقة تكون سببا لدفع بلاء هناك ارتباط قد الإنسان يدفع هذه الصدقة ويغفل أو ينسى ثم بعد فترة من الفترات الله عز وجل يرفع عنه بلاء عظيما قد لا يدرك هذا الإنسان أنه كان قد أحاق به بلاء وهذا البلاء الله عز وجل دفعه منه بسبب تلك الصدقة أو كثير من الأحيان الإنسان يعلم أنه قد أحاق به بلاء لكن هذا البلاء ارتفع لا يعلم سبب ارتفاع هذا البلاء لماذا ارتفع عنه هذا البلاء ولكن الله عز وجل يعلم ذلك العمل أو تلك الصدقة مثلا التي أداها قبل سنوات أو قبل فترة كانت نتيجتها دفع البلاء في هذا الوقت فإذا الإنسان كان عبدا صالحا لله عز وجل بحيث أنه نفذ جميع ما أراده الله عز وجل وترك المحرمات الله عز وجل جعل كثير من هذه الواجبات في فعلها وجعل ترك كثير من المحرمات سببا للوصول إلى نتائج كثيرة هذه النتائج الكثيرة إذا الإنسان كانت دائما عبدا صالحا لله عز وجل يحصل على تلك النتائج ولكن إذا لا سمح الله في يوم من الأيام خالف أمرا من أوامر الله عز وجل تلك المخالفة قد تكون سببا للوصول إلى نتيجة سيئة أو تكون سببا إلى سلب التوفيق من هذا الإنسان يعني في يوم من الأيام يعمل بالأسباب الممكنة التي هي بيده ولكنه لا يصل إلى النتيجة ولا يدري لماذا لم يصل إلى النتيجة ولكن في الواقع كان السبب هو بنفسه بمعصية أو بترك واجب ورد في حديث شريف لا تستحقرن شيئا من الذنوب فلعل فيه غضب الله ولا تستحقرن شيئا من الطاعات فلعل فيها رضى الله يعني يمكن هناك طاعة صغيرة سواء كان الطاعة واجبة أو مستحبة قد كثير من الناس ينظرون إلى تلك الطاعة نظرة استصغار أن هذه الطاعة شنو هي وما نتيجتها ولكن الحديث يقول لا تستصغر تلك الطاعة لأنه لعل الله عز وجل جعل هذه الطاعة سببا إلى رضاه ولا تستحقرن شيئا من الذنوب في بعض الأحيان نجد بعض الناس يرتكبون ذنوبا صغيرة أو يستخفون ببعض الذنوب الله عز وجل لعله جعل غضبه في ذلك الذنب الصغير في بعض الأحيان نحن نشاهد الإنسان يسير في أمر يحاول ويحاول 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 ولا يصل إلى نتيجة يقول لماذا لا أصل إلى نتيجة أنا حاولت أنا توكلت على الله عز وجل أنا دعوت ولكن لم أصل إلى النتيجة لماذا قد يكون هناك أسباب متعددة ولكن قد يكون من الأسباب أن هذا الإنسان عمل عملا استحق بذلك العمل عقوبة دنيوية أو أخروية هو قد نسي ذلك العمل نسوه وأحصاه الله ولكن الله عز وجل أحصى ذلك الشيء نحن إذا جئنا في الماديات نشاهد نفس الحالة موجودة يعني يمكن مثلا إنسان يأكل طعاما هذا الطعام قد لا يكون طعاما سليما وفيه بعض الجراثيم لا يراعي في لحظة من اللحظات الصحة العامة لا يراعي النظافة مثلا في لحظة من اللحظات فتدخل هذه الجرثومة في جسم هذا الإنسان وقد تكون هذه الجرثومة من الجراثيم التي تكون يكون مفعولها بعد سنوات أو بعد فترة بعد فترة هذا الإنسان يمرث يذهب للعلاج يقال له إن مرضك لا علاج له يفكر لماذا أنا صرفت مالا وراجعت إلى أحسن الأطباء وأحسن المستشفيات وراعيت الآن أسباب الصحة لماذا المرض غير قابل للعلاج هو لا يتذكر سبب دخول هذه الجرثومة مثلا في جسمه في يوم من الأيام قبل سنوات مثلا لم يراعي قانونا من قوانين الصحة الآن هو قد دسي ذلك الأمر ولكن السبب أثر أثره بحيث أن هذا الإنسان في هذا اليوم كل ما يتمكن من علاج ومن صرف أموال والذهاب إلى أحسن الأطباء لا يصل إلى نتيجة لماذا؟ لأن ذلك العمل البسيط الذي قد استحقره في وقته أدى إلى هذه النتيجة إذا هذا الأمر في الأمور المادية كان موجود ففي الأمور المعنوية بشكل أوضح هناك بعض الأحيان ذنوب صغيرة تؤدي إلى نتيجة وقد لا يعلم الإنسان أنه هذه النتيجة من أين نشأت لأنه قد نسيه يقال في أحوال الزمخشري العالم اللغوي المعروف صاحب تفسير الكشاف يقال أن إحدى رجليه كانت مقطوعة وكان قد وضع خشبة بدل الرجل المقطوعة ليمشي على هذه الخشبة فلما سئل قيل له لماذا أنت قطعت رجلك؟ قال السبب دعاء الوالدة في يوم من الأيام دعت علي والدتي قالوا له كيف؟ قال في يوم من الأيام استدت عصفورا صغيرا وربطت رجل هذا العصفور بخيط يقول تأذت والدتي وقالت وطلبت مني أن أطلق سراح هذا العصفور يقول فما استجبت لكلامها وجعلت ألعب مع هذا العصفور يقول فجأة هذا العصفور طار وأنا سحبت الخيط فانقطع رجل العصفور يقول عندما والدتي رأت هذه الحالة تأثرت كثيرا وقالت قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا العصفور يقول بعد سنوات كنت أسافر في الشتاء فأصبنا ببرد شديد وبثلوج كثيرة فتجمدت إحدى رجلي وقطعت بسبب هذا التجمد وهذا دعاء الوالدة هو الذي أثر علي الآن وقطعت رجلي وبين قوسين نذكر أنه ورد أن على الوالدين أن لا يدعوا على الأولاد بل يدعوا لصالح الأولاد حتى إذا الأولاد ارتكبوا مخالفات الوالد أو الوالدة لا يدعون عليهم لأن دعاءهم قد يكون مستجابا وبعد ذلك أسباب الغضب للوالد أو الوالدة ينتهي ولكن الدعاء مستجاب ويؤثر أثره المقصود من ذكر هذه القضية أن هناك أسباب قد الإنسان يستحقر تلك الأسباب ولكن هذه الأسباب تؤدي إلى التوفيق أو إلى سلب التوفيق فأن يكون الإنسان عبدا صالحا لله كل ما قاله الله عز وجل ينفذه وكل معصية يتركها فهو لا يعلم أن الطاعات التي عمل بها أو المعاصي التي ارتكبها يعني المعاصي التي تركها أي طاعة سببت توفيقه وترك أي معصية سبب توفيقه وهو لا يعلم إذا ترك طاعة أو ارتكب معصية أن أي ترك طاعة أدت إلى سلب التوفيق أو أي فعل معصية أدت إلى سلب التوفيق فعلى الإنسان أن يكون عبدا صالحا لله عز وجل حتى الله عز وجل يوفقه ولذا في الآية الشريفة التي تلوناها في أول الكلام يقول وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه توكلت وإليه أنيب أتوكل على الله ورجوعي إلى الله عز وجل وإنابتي إلى الله عز وجل إذا هذا الأمر تهيأ الله عز وجل يوفق وعلى الإنسان أيضا للوصول إلى التوفيق أن يفكر في آيات الله عز وجل لأن هناك الله عز وجل طلب مننا التفكر في آياته أن يتفكر في خلق السماوات والأرض يتفكر في كثير من الأمور والتفكر يقود الإنسان إلى التحقيق والتحقيق يقود الإنسان إلى الاكتشاف فالإنسان كثير من الأسباب والعلل لا يعلمها ولكن إذا فكر في آيات الله عز وجل سواء الآيات الدنيوية أو الآيات الأخروية فإن هذا الإنسان تنفتح أمامه أبواب المعرفة وأبواب العلم فيكتشف كثير من الأسباب التي توصله إلى المسببات فبناء على ذلك إذا كان الإنسان عبدا صالحا لله عز وجل أولا ثم كان يفكر في آيات الله عز وجل دنيوية أم أخروية عبر أساليبها الصحيحة فإن هذا الإنسان يكون موفقا الله عز وجل يعطيه التوفيق يوفقه في الدنيا ويوفقه في الآخرة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته وإليه أنيب فالتوفيق لا يكون اعتباطا وإنما يكون بفعل الإنسان نفسه الإنسان يفعل فعلا فالله عز وجل يوفق هذا الإنسان في كثير من الأحيان بسبب ذلك الفعل أو الإنسان يفعل فعلا سيئا فالله عز وجل بسبب ذلك الفعل السيء يسلب منه التوفيق يروى أن رجلا حطابا كان يمر من أمام رسول الله صلى الله عليه وآله فالرسول قال لأصحابه أنه قد قدر ما معنى كلام الرسول قدر لهذا الرجل أن تلدغه حيا في هذا اليوم ويموت وفي العصر رجع ذلك الرجل سالما وعلى كتفه الحطب فخطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ضع هذه الحطب فلما وضع الحطب خرج من هذا الحطب خرجت حية سوداء رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ماذا فعلت أن الله عز وجل كان قد قدر أن تلدغك هذه الحية وتموت بسبب هذا الأمر ولكن ماذا فعلت بحيث أن الله عز وجل قدر لك الحياة قال أني تصدقت برغيف خبز إلى فقير هذا العمل سبب أن هذا الإنسان يرتفع عنه بلاء كان مقدرا لهذا الإنسان نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر